اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انهم والله club. انا ادخل اوكي كابيكم الى محلوبية. انا مزولون suggested saw the prince Jaim harazioni. ادخل ادد انا احتلق انا مزول انا yeah and i have met him onccle la hug kat kanina baby gegen manc. ا bulunترقил بل حلقتها la agareli μια. أنا بغيت نحضرها الخديشة أنا بغيت نخوت أنا بغيت نشيب خديشة أنا بغيت نخوت ونشيب خديشة أنت في الأحدايا أنا بغيت خودة والحيلة دي أنا تشوفها أنا بغيت خديشة أنا أزاوك بكم محمد بي أخوتي المغاربة مشاهدين الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى نتواجد الآن مدينة اليوسفية في موضوع صدمة بشكل كبير مشاهدين الكرام عدد كبير من المغاربة يوم أمسرتوا بين الاتصال في مغاربة نيوز من أجل الموضوع دي الأخت فاطمة أخت فاطمة تشوهت في الأخت ديالة اللي قلالي بي موضوع جديد وموضوع القيمة في الغرابة شاب اللي ماتت أخت ديالله ورحمة الله اسمتها خديجة تزد سنة 1983 عندها معارب عدية اللوليدات تزوجت بيه في 2012 مع مراجلة المغرب تطالب بشطة الطرق معاه الودية بطبيعة الحال بالأجل أنه تشوف والديها ولكن ما سمحش لها ودرجة أنه الأم دي المسكينة كان فيها الصراطة توفات الأب توفى أخوتها تهم شوين أختم غير يشوفها ولكن القرار دياله قرار طائش و جريمة بشطة المقاييس قتلها بندقية بعمعي أختي الله يرزكم أخويا حاودي لي على خديجة أختك كيفاش يتزادت هنا في يوسفية وكبرات ومشا تخدمها في الدار بيضاء حاودي لي خديجة أختي كانت هنا تزادت هنا في الدار في هنا في البلاسة في اليوسفية ما زمعه كبرت عادية ما كتتهدر مع حاد ما كتتتتحم مع حاد ما تدي شي حاجة نهار لي بغادت أن نسيكينا كبرت وبغادت تمشي بشات الكازا بشات عاد واحد الناس عائدة ومعائدة الله يحمد مرضا بشات عاد أساس عادهم ديقلس معهم في الدار عائلتا بشات عادهم ديقلس معهم في الدار مني بشات عادهم عاملوا مزيان خواتاتا ديرين أختم ما ديرين الشازم على أساس خدامة وليش حاجة ومني بشات الكازا تعرفت على هات السيد على أساس واحد سيد اسميته موراد بشات عندول داربيدة قاتل هو جه سياحة داربيدة بني جاء سياحة داربيدة جاءت هي هادرسم مع ذك سيد موراد قال لها واحد سيد بغي يتجوج ليبي قاتل لي لو كان بغي يتجوج مرحبا أنا نتجوج به إلا كان مزيان قال لي آره مزيان مسيكينا ذك شي دارت تعرفت عليه سيمانا جابت عادنا اليوسفية قاتلت لحق لي اليوسفية قال لي نجي معك جاء خطبها من هاتي الساعة خطبها قال لي نجي مع غريقات يدرنا دكش لك يدرون الناس جاب الخطمة جاب كل شي مني جاعدنا فرحنا بيد حاكنا كل شرب قال لي نغان نشي واحد شاير ونجي مني مشا شاير مشا جاء قال لي نغاني نجي معك قاتل جاب العائلة ديان جاب أخوه والد أخوه واخته ومرد أخوه من جابه من ليبيا داروا العس داروا العس كله شربوا ضحكوا تفرجوا قال لي نغاني ديها داها مني دا دي الصورة دي اللي عم سيئة هي هاتي داروا العس حاكنا تفرجنا قال لي نغاني شوفي يا الواليدة أنا غاني في ليبيا وغاني دي معي خديجة ورغا دي نغاني دي مره مره ولي الصيفة تالك من هاتي كل الساعة ديها ومن قصة صيفة تالين وما تخدش فضاء زين بها في في ليبيا العمرة بنوينه يكون الشيح شرين عام ما شفر منها اه مني مشات هي معي الليبيا في ساعة 2012 ما زال ما ولدتش يالله تجوجات مني قلسة مع اتما كتعود لكم كتير العلاقة دياله معاه مني قبل ما تولد مني بدات كتول الداري ولي كي كرفسم زيان ولي كي تيري فا بسلاح هدو سلاح أنا نوري ليكم دار دي تناظر تيري فا بسلاح دي ما كي هدده كي تيري فا بسلاح ما هي مرة ما هي جوش كتوريني واحد نار ضربة في الدوش لاحظت هاته بسلاح من زراق قتلها من هنا من هات بسلاح من وجه مشاريع قلت لي ما توريش لموين ما قلت ليش قديت ناظر ما قلت ليش قديت ناظر تيري فا بسلاح ما هي مرة ما هي جوش كتوريها لانك تقولين أنتي اختيها باش يتيري فيها باش يهددني صرف تقلنا نوامر بسلاح قلت لنا لنعود شي مرة يستدع لي وليه لاحظت لكم والدين أنا فاطئ مختي عيدة لي يا فادي نوامر ما كنتش يوح تماما من المقربين من العائلة من ناس اللي كتعرفوا اللي يقدروا يقوم هديك ساعة ما كيش ما كيش ما عارف ما عارفش ما سيكنا ما عارفش ما سيكنا ما عارفش داليها ولا بغى يدات ولد كي بساروت كي خلص من دينا ليبيا طارابلوس كي يصد عليها كي يصد عليها ما كيخلاش زمعة خراج ولا تشير شبلاسة لا بغى يخرجها كي يديها صبيطر ويجيبها كي يقول لها شوفي التحس اللي دين ما كيبانوش اللي وجه ما كيبانوش رجين ما كيبانوش ليهم هي خادجة مكتبانش ليهم ولا بغى تشوفي بحاكة باشتعرف زمعة ويش حاجة يقول لها شوفي مطموبي كي سيدة مرتلوسة عايتة الوحدة كي يقول لها الحاجة عايتة الحاجة فوزية قتلها خادجة رحمها الله قتلها لماذا لم تتصلتوش بالعائلة قتلها لم تنقضروش قتلها 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 عادة وما نتصل ما نقول ليهم هلاش يا أخوية أنا ما يقول لي هلاش كي سيفطل الولد الخوية تصاور كيدوز الوضيوات الولد الخوية البنت خطي وانا كيدووش معي راتي لفا قدام ولاده قدام ولاده بنت تغوط تمشي للصوت دياله أنا جاتني الخبار مع المغرب وهي قاتلة مع الصباح قاتلة قتلها مع الـ 12 فالش لكي عاود اللي هادرت مع الوسط 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 اختي هادت مع الحاجة قتلها مع الـ 12 سيفطل مرت الوسط اختي سيفطل من الوضخوية وعليش أنا لم تصيف للي هاد الوضخوية جاتني من الوضخوية سيفطل أنا غادل الدار بيضا غادل هاد القوصونية ديال ليبيا باش نهضر معامو دكشي حت قالوا يسيري الكوميساري يسيري القوصونية ديال ليبيا من يمشي الدار بيضا سيفطل يوضختي تصاور هاد شي ليك ما كنت شي حاجة سيد اللي ياخد في الحق هاد شي ليك نطلب سيد بيتو يتعدب هنا قبل لي اتعدلي على أختي بالزمية مره ميش كنت تصاور كتقولين هاد كيف هاد هاد تصور اخويا لو لي تصور بيتك الميت راي بيتك البندوقية السيد باش تير رفاه ياتي هاد 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 اختي هاد يسير بالسار بالسار هو المرة اللي صافي صافي قتلها بالعصة تصور الحمك تبينو لك وجهها مضرب في الدوش وحد النار ضربة خرجت مسيكنة عريانة عدلوسها تصور مديروالوش حركوك مديروش حركوك مديروش حركوك هاد يهربانك تجري عريانة انا تكبر ابنتي الصغيرة سيدك سلسابيل غادي غادي وفي علان قتلها اللي ياخد فيه الحق انا كنطالب من يجاة الاخبار أنونا كانونا صافي مديروش حركوك صافي الحال لا تشوفه اختي انا كنطلب منهم ليسيكانو ريالادر اختي انا رىتكار فس انا رأيتشويس انا نتعذى انا نتعذى انا نجئ ما اخت انا لدينا اخت الذي يجيبوا ايدي لليوصيا انا كنطلب منكم وكنطلب من المسؤولين يشوفوا فيي ويقروا فيي وجه الله ويجيبوا ليختي الله الحم لكم الوالدين إلا ما ديروا معي شحاجه ويجيبوا ليختي أنا مزاوقة فيكم أرا سيدنا صوف فيي وجه من يختي لأني تعدمت وتشويت أنا لي تشويت أنا لي تشويت لله يسهل عليكم أخوتي المغربة إلا ما شوفوا فيي وجه الله وعاونوني أنا ما عديش باش عن جيبها يا طالبي لي ستك المليون مغل شيب أخوتي هدو بك تشوفوا الحالة ديالي كديرا الله يحب لكم الوالدين وأسيحا موشي أنا مزاوقة فيك وأشعب الليبي حن فيي وقر فيي وجه الله رليت شويت رليما كان نعج رليما عمال عصبا منها أصبعك للموشي ديالخلي وأنا أنا مريضة وأنا كان غوث الله يحب لكم الوالدين إلا ما قروا فيي وجه الله أنا كان بجي ويجي تقدار بيضة ومعرض لفيني بجي لفيني لفيني أعطي راسي صاحب لكم الوالدين لما يحلم بيك وصيدنا حلم يا أخوي أنا مزاوقة فيك الناس قالوا لي عايت لي وقم معايا الله يحب لك الوالدي أنا عايت لك باش دو بقم معايا ودو بقم معايا ودامنا معايا ويجي بولي أختي أنا مزاوقة فيكم الله يفرش عليك يا أخوي مشاهدين الكرام كما تبعتم معنا هذه القصة ذي الخديجة نسبة الخطأ ما كيناش من خادجة شابة مغربية تزوجت بي على صنة الله ورسولي 2012 طبقات شريعة الإسلامية جديتي للمغرب دلتي الخطبة من بعد جبتي والديك تزوجتي سلمت أمر الله وليكنتك شريك الحياة إلا أن اللي بلا رأي آخر الواقعاء أنه في الخرق تلا مشاهدين الكرام قصة ساعة الله العظيم النداء أولا وزارة الخارجية أرجوكم إجراءات لكالدارفة الشأن هذه السيدة مغربية ولكم الإمكانيات والتواصل مع الدولة الشقيقة الليبية أنكم تشوفوا إجراءات القانونية في الموضوع من أجل أنه تجي خديجة عند عائلة تودفن إحدى أخوتها مشاهدين الكرام نحن على تتبع قضية خديجة وسوف نوافقكم دائماً بجديد حول هذا الموضوع خديجة 2012 حسينيات تزوجت على صنة الله ورسوله ولكن اللي تزوجت به أسباب المسببات لا نعلمها جمعة من العوامل فيها ملاحظات ولكن مشي مقياس ومشي معيار لما نقول فارق السن والأكثر من ذلك أنه قبل أن تصوير قتلي بأنه أستاذ جامعي حسب المعلومات اللي عندها وفي الأخير قديتي قرار قد انتهى مقيمة في البعشة صراحة مشاهدين الكرام مرة أخرى سوف نضع رقم الهاتف لأخت أرجوكم تواصلوا معاهم ساعدوها في الضرفية الراهنة والنداء للمسؤولين ومنهم دوي احتصاص في الموضوع أرجوكم كيفاش تجي خديجة المغرب تدفن هذا أخواتها مشاهدين الكرام نحن لتتبع الملف وسوف نوافكم دائما بالجديد حول حيتيات خديجة اللي تقتلات من الزوج دي لاليبي بتعليق المواطن شكرا لكم